مرحبا بكم حبايبي برج الجدي خلينا نشوف الطاقة العامة لإله في حد تكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار فطاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى إنه كان تعبان يعني شا عارفة كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوي عن العاطفة رح تروح يمكن انت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأ وشغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد ورا مفتاح فمبين إنه كل واحد عارف مفتاح الثاني وكأنكم إلكم فترة طويلة عم بتكون مع إنه هاي فراقة مش عاطفية بس تبينت فيها العاطفة بشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل صفورة يعني مش بس صفورة هي على علاقة ثلاثية بهرب منها أنا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي الطاقات عم بتكون قبل ما أنسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية أكتريتها طبعا أنا بحكيها بيّن عنا بالجهتين مع إنه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيّن عنا إنه فيه بالماضي خلينا نقول أو ببداية الفترة هاي رح تستمر شوي العلاقة الثالثة أو الطرف الثالث بعدها رح يكون اللي هو إنت معاك مفتاح معين بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار أو قربت كتير من الانتصار زي ما قولنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الانتصار لإلك بجنبهم يعني ملاصق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن أو عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الإشي من زمان وهلأ عم بيتحقق أو إنه منزل جديد أساسا يعني مش إنه ما كان عندك يعني مسكن وصار في عندك أو كنت مستأجر قصدي وما كان وهلأ صار في عندك بيت أو عم تنوي على هذا الإشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بإيدك المفتاح هذا أو ممكن يكون مفتاح سيارة أو مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون شي حلو كتير بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس إنه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح يكون المشاعر متبادلة وهي أساسا متبادلة رح تحاولوا إنه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي ناس اللي سافرت أساسا من برج الجدي ما توفقت إذا كانوا سافروا بأول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا أنا بقولهم أصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد فما تخافوا أو كزا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن أنك الرجوع للشغل معين أنت تركته لبلد معين فيه ببالك شي كبير مصيري أو الرجوع للحبيب ولكن معلقوا يعني تركها على ربنا وكأنك أنت يعني حاط زي ما بقوله حاط إجر ورا وإجر قدام عم بتحاول إنك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايدي يعني ممكن يكون بشكل عام ما عم تقدر تسحرك هاي الفترة في أمور رابطيتك ولكن أنت جاهز جاهز للتغيير فيه تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام الصحة طلعت عندنا حلوة كتير طيب نفتح اللي هو بأي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة مقلوب خليه مقلوب آه الكروت كلها مقلوبة بس هاد خليه مقلوب مش مشكلة ليش يجدي حاب تعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في البط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني ضغرب التعصب على العالم ضغرب لا انا بقول لك امسك عصابك هاي الفترة عم بتكون صعبة على كتير من الناس فامسك عصابك عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغييرات حلوة لقدام شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعب الورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقول لك الورق انه شغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك او كنت يعني حاسها انها بعيدة طبعا ان بحكي على العاطفة اه فهي لا ممكن تكون بين ايديك هون بشوف الطرف الثاني حاسس انه كتير تعبان كتير حاسس حاله ضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح أو النهار بيكون عم يشتغل بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى أنه يعرف أخبار كذا كمان في مراقبة من الطرف الثاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الإدمان عم يزعج الطرف الآخر أو أنت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر أنك تتركه هاي الفترة مناسبة إذا كنت نهوي تترك إدمان على شي معين أنا ما بقول يعني إدمان إدمان يعني ممكن يكون على أي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف في الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأثر عم بيأثر أو عم بتفرج أو عم بيراقب أو عم بيحاول يعمل تغيير في حياتك أنت والشريك ولكن لا ما عم بشوف إلو تأثير كبير ولكن أنت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى بأي موضوع من مواضيع أي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب أنه خلص يعني تضلك أنت والطبيعة ما حدا حواليك يمكن تعمل ميديتيشن يمكن تحاول أنك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تأخذ إجازة من الشغل هاي الفترة والله يريت يعني لأنه شايفي فيه سترس كتير يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة في كتير ناس الحبيب رح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف زي اللي متأكد أنه أنت رح تصده زي اللي عمل إشي كتير كبير ما رح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن أو في يعني جواته هيك حاسس أنه أنت ما رح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايف فيه تغييرات كبيرة رح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك رح تنفتح بشوف فيه شخص ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن أشخاص ممكن تكون ببراج هوائية أو نارية أو ترابية أكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط على فكرة أنت شخص يعني مخفي جواتك أو يعني عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير رومانسية ما بعرف ليش ما عم تعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيض فأنا شايفيتك بتحب الشخص الآخر بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاعر مش عارف ليش يعني الطرف الثاني بتهيألي طرف يعني يستحق فليش أنت عم بت يعني بتعامل معه بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تضبيط للأمور فيه تصحيح للأمور طيب ناخد آآ مصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوية مش عارفة لأي برج آآ اللي هو استعين بالآخرين استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بإيدك آآ حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لأ انه انت قد وانه انت ما عندك شيء آآ بس لا يقول لك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك آآ عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي للآآ انك تخاف او مهما كانت عند التجارب آآ شوي سلبية في حياتك هادي نفس الشي بيقول لك بيقول لك مش عيب انك آآ آآ تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضرور قدام حدا يزبك لحالك بس طلع مشاعرك ما تضلك يعني مضوط في الموضوع اي موضوع كان شوف بيقول لك اهتم في حالك اكثر اكتر ما تهتم بالاطراف الثاني خاص بكفي انه عطاء 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 يعني حاولت تعمل آآ اكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف انه طلع لك هذا الكرت آآ هون بيقول لك انه انت راح تكون في يوم من الايام آآ شخص ساحب سلطة هذا لا يعني بس انه في العمل ممكن يكون على على العاطفة يعني انك انت تكون معاك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشيل ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هادي طلع مقلوب اها قيلت طلع مقلوب انت بتفكر طول الوقت بتقنيب الضمير بانه انت آآ خلينا نقول مذنب بس طلع الكرت مقلوب انت مش مذنب لا انت بالعكس يعني آآ فا بس كالعادة فيه علاقة ثلاثية مبينة في الكرت حتى هون بيّنت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على القراءات يعني حتى بالنصائح بيّن عنه فانا مش عارفة شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها الطرف الثالث واحرقها يعني اطلعها من الورق آآ المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك آآ صح انه بداخلك هذا الاشي ما بتطلعه كالعادة آآ ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتأني بالضمير ناحية شي معين فبقولك لا ما يعني ما بتحس آآ بتأني بالضمير آآ ما بعرف شو الموضوع بس هي هي كانت آآ ترجمة نانسي قنقر